بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزائي مشاهدي قناة الأهلي في أينما كنتم في برنامجكم مالكو كتابة القيم المبادئ التقاليد ثوابت صنعة مجدى الأهلي لا يملك أحد طرف التفريط فيها إبراهيم أهلا بك يا باشواندس أهلا بكو عزائي المشاهدين ومواد أتجدد معكم والحلقة 670 لقاء الخميس من مالكو كتابة حلقة جاية في توقيت مهم جدا عشان كده أعتقد كان من المهم بعد الاستهلالية المهمة اللي قالها المهندس عدلي نحن نقول لكم حلقة النهاردة بحالها كده على مدار ساعتين ستحمل فقط المضمون والتأكيد والمغزى من حقيقة مهمة تقول الماضي يولد الآن يا سيدي عليك الماضي يولد الآن براضي ده الأهلي كلام جميل جدا عجبني قوي التلخيص اللي انت عملته ده الماضي يولد الآن شوف فكري باشا أبراه هو يستاذ يقولك ايه من شيوخك اكتسبنا مجدنا وبشبابك احتفظنا باسمنا طبعا عشان كده انت دايما دايما في الامام ما هو شوف المالوش ماضي مالوش مستقبل طيب الكلام ده ليه يا جماعة الماضي يولد الآن ليه مبارح جهاز الكرة في النادي الآلي كابتن سادة عبد حفيز أعلن عن قرار بإيقاف اللعب محمود كهربا لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه حد هيقول لي اه ايقاف لعب طيب ايقاف لعب مهم لعب دولي مهم في توقيت أهم في الظرف أصعب كهربا لعب مهم توقيت الآلي بصدد مباراة مهمة جدا مع سبا التنزاني مع فيتا كلاب الكنغول ان شاء الله تسع مساء السبت في الظرف صعب لأن انت بتتحدث عن غيابات ليست بالقليلة داخل صفوف الفريق ومع هذا يصدر القرار والأسباب تربوية تتعلق بعدم الالتزام زي ما قال الكابتن سادة عبد حفيز مدير الكرة في قراره دائما في الأهل هناك المهم والأهم ودائما الأهم بالنسبة لنادي الأهل النظام والالتزام والتقاليد والمبادئ والقيم اللي البعض حيتجنن كل ما بيسمحها واللي البعض للأسف الشديد وصل بيه الأمر داخل النادي الأهلي إنه يتساءل عنها في لحظة ما خلتنا نفسنا كدنا نفقد صوابنا النهاردة النادي الأهلي بالمواقف اللي بيعملها بيدعم وبيؤكد إن الأهلي مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم بيستمد ما كسبه من عظمته وعظمته اللي هي ايه ترتيب الأولويات الأوليات اللي عندي الصح والغلط عمره ما كان فيه مساومة في هذا الأمر مش اللي تكسبه لعبه وده اللي بيميز الأهلي ولي بيخلي منافسيه الآن اللي كانوا ينكروا عليه كل شيء في لحظة ما يقول لهم شوفوا الأهلي بيعمل إيه وهو الأهلي بيكسب الحسنيين الصح والمبدأ والقيمة والنتيجة في النهاية اللي هي نتيجة نتيجة هذه العظمة العظمة مش نتيجة النتائج فطبعا الاستهلالة دي والموضوع اللي انت بتقوله معلش هو مش لأن كهرباء احنا بنحتفي بإيخافه بالعكس احنا متضايقين جدا طبعا لأن كهرباء لعيب يملك أن يكون ذلك اللعب الذي يحدث الفارق وأنا دايما بقول لك احنا مش عايزين لعيب كويس احنا عايزين لعيب يحدث الفارق فكهرباء يملك يملك الأدوات دي لكن بضيع وقته وبعدين انا هتكلم على الحادثة دي بالذات طب ما هو قبل كده فيه قراط اقصى من دي اتخذت لكن التوقيت بتاع الاقاف اللي جاء من النادي الاهلي في هذا التوقيت كان ممكن ناس كتير جدا تقول لك ألا ده انت داخل على مطشات مصيرية في ترتيب المجموعة طبعا ومحتاجه جدا 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 تلت مطشات افريقية مؤثرين جدا انت تقريبا هيرجع لك بعد ما المشوار افريقية يكون اتحسن اتحسن لكن الحزب عند النادي الاهلي مش كده وانت عندك من الادلة والفيديوهات ما هيؤكد هذا المعنى صحيح منس عدلي قال جملة مهمة جدا هذا ليس احتفاءا بعقوبة لاعب لكن احتفاء بالمبدأ لانه بعض الجماهير الحياة مبارح لما القرار صدر لما تبصوا على ردات الفعل الحمد لله ان الاغلبية الكاسحة وقفة في المكان الصح شايفة انه الاهلي دايما بيتصرف بهذا الشكل وفي ناس اتكلمت فيه معنى احترافي ليه يتوقف اللاعب وحتى فيه حد خد وده معايا كتير في الشاتنج فقال طوله وانت ما سمعتش الكلمة للمهاندس عادلي بحى صوته هو بيكرره يا جماعة حبوا الاهلي زي ما شفتوه زي ما لقيتوه مش زي ما انتوا عايزين تودوه لا الاهلي بهذا الارث اللي انتوا هتشوفوه ما اصبحش الاهلي وما تميزش وما اختلفش وما تفوقش وما اسعدكوش الا لانه بيتصرف صح الضعف مش هيجي في القرار علشان اللاعب مهم ده كل الواقعة اللي انت هتشوفوها بالمفارقة وبالمصادفة ما بتخبطش الا في لعب مهم جدا هي كده وما بتخبطش الا في توقيت صعب قوي وفي ظرف بيبقى صعب قوي بس هي كده دي منظومة القيام اللي بتحكم بالنادي الاهلي واللي خلته مختلف واللي خلته بطل انتوا بتفخروا وبتسعدوا بيه لغاية النهاردة واللي الاهلي بيعمله غيره ما يقدرش يعمله وما يقدرش نقول لغيره اتصرف زي ما الاهلي بتصرف احنا قبل كده قلنا لكم كتير المقارنة ظلمة لكل الاطراف الاهلي بيتصرف لانه عنده هذا المخزون القيمي اللي بيستمد منه حتى على الاقل النشيد بتاع الاهلي من شيوخك اكتسبنا مجدينة يعني شباب اليومين دول لو ما استفدوش من هؤلاء الشيوخ وقيامهم وكل تقاليدهم وكل تعاليمهم في الحفاظ على الاهلي هيبالكلام مش صح الدنيا هتروح في سيكة تانية خالص المبادئ والقيم والتقاليد مش وردة في عروة الشاكتة بتتعيق بيها ايوه لا ده انا ليه قلت طرف ليست طرفا يملك احد التنازل عنه ماهيش وجاهة ممكن تقول ما تفوت المراضي لا هي قناعة هي سلوك هو تربية هي ثقافة هي عظمة احنا متشبسين بيها وحرصي في مطال حرص ننقلها للاجيال اللي جايزة زي ما وصلت لنا زي ما وصلت لنا احنا مش النوع مش الاهلي اللي بيفرح بالانتصار اللحظي اللي ييجي باي طريقة اذا كانش القيمة تؤدي الى النتائج فالتزم النتائج يعني مؤقتا الى حيثه قلقت زي ما بقولوا لان النتائج اللي تيجي مبنية على غير القيم وعلى ثوابت وعلى مبادئ هتخلي الاهلي اضعف عناصر اللعبة ايوا هو قوة الاهلي في ايه انه اقوى عناصر اللعبة ايوا الاهلي الكيان المؤسسة الذي يمثله اجيال متعقبة بتروح وبيجي غيرها بتروح وبيجي غيرها مهما كانت قوتها بيجوا على نفس النهل لا يملكوا التفريط ما عندهم شي ايوا فرصة ان يفرطوا بالزبط ما يقدروش يفرطوا بالزبط ليه لانه هو ده هم مختنعين بكده ولقوه كده ولازم يحافظوا عليه كده وسلموه كده فلما بقول للشباب ده حبوه كما وجدتموه مش بنكر عليهم حقهم او بقول من بيحب الاهل اكتر من التاني بس حبه صح ايوا حب الاهل صح في التأكيد على كده والله يا بشواندس من اسبوعين تقريبا وانا داخل النادي قال لنا الدكتور عادل او حاجة قال لنا كنت طفل صغير هنا وكان الكابت المختارة تيتشي بقعد في الجنينة فاول ما يشوفنا يجيبهم عشان يسألهم الاخلاق ولا البطولة هتصور الحرص انه يغرش احنا كنا اطفال صغيرين ويقول لهم لا انت في الاهلي يبقى لازم ان تبقى عارف ان الاخلاق قبل البطولة لان الاخلاق هتجيب بطولة البطولة مش هتجيب اخلاق ده بالعكس ممكن تضيع الاخلاق لو انت تغريت ففكرة الحفاظ على الاخلاق الحفاظ على المبدأ الحفاظ على الالتزام احنا هنا بنتكلم من وحي هذا القرار في التأكيد على اهمية الالتزام في النادي وليه بقى من شيخك لانه انا لقيت بعض ردات الفعل مبارح حد بيقول لي يعني هو يعجبكو كده ان يطلع فلان يقول لك مش قلنا لكم مش حذرناكم ان انتم تخطفوه وتاخدوه فالناس عايزة تقيس قرار الاهلي على شماتة الاخرين مش شماتة او على رد فعل الاخرين هو انا عايزة فهم هو انت ما احنا جايين بنحاول نزبطه ايوه هو جاي متلخبط بالزبط هو لو جاي جاي بقناعة سليمة ما كناش تعبنا معاه اه انما احنا جايين بنحاول نزبط الحتة لنقصة لاعب ممكن يبقى من اهم لعبة جيله ازاي تحفظه على نفسه اه احنا يعني يا تبع كده يا بلاش ايوه احنا احنا يعني مش بنغيز احنا مش بنغيزك بشكاة ولا في دماغنا بكهربا ولا في دماغنا واحنا مش بنغيزك وبنقول عمالنا عليك صفقة وعلمنا عليك خالص ولا في دماغنا وخلي بالك يمكن الايام بتثبت دلوقتي ان كان انضمام كهربا ليس مخططا اهلويا اه كما في الاساس كما كان عنه اه لما هو جاء نتاج تفكير عميق ويعني عشم وامل في فرصة ييجي ياخد الفرصة ومع سيستم القالي نشوفش اه كهربا جديد وحنشوفه باذن الله ان شاء الله دي في ايده هو مش في ايد حد تاني اوعى تدي ودنك لحد عايز تستوعب الدرس حيباني لمين الجايين حتستحمل ظرف صعب بس ترجع منه شخص جديد